الحمد لله رب العالمين يقول الله جل وعلا نحن نقص عليك نبأهم بالحق بعد أن ذكر الله جل وعلا إلماحة عن قصة أهل الكهف في أوائل هذه السورة بدأ بعد ذلك بتفصيل قصتهم فقال نحن نقص عليك وذلك أن اليهود وأهل مكة قد تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم في عرض أسئلة تعجيزية عليه من أخبار من مضى ومن هؤلاء أهل الكهف من أجل أن يكون ذلك بحسب زعمهم من أسباب كشف حقيقة هذه الدعوة الجديدة ورذا قال الله جل وعلا نحن نقص عليك نبأهم فمن قص هو رب العزة والجلال ونبأهم أي الخبر الذي كان منهم بالحق فإن الله جل وعلا إنما يأتي بالصدق في أخبار كتابه بحيث لا يوجد فيه شبهة ولا أدنى ريب في ذلك ثم قال سبحانه إنهم فتية آمنوا بربهم أي أصحاب الكهف فتية أي شباب لم يصلوا إلى درجة الكهولة بعد وهم عدد قليل بدلالة أنه قال فتية وهذا من جموع القلة وقد جاء في ما يأتي ما يظهر أنهم سبعة وثامنهم كلبهم ثم ذكر ما اتصفوا به فقال آمنوا بربهم أي أنهم جعلوا عبادتهم لله عز وجل فآمنوا بالله ربا وأنه المتصرف في الكون وأنه الذي يعطي ويمنع وآمنوا بأنه المعبود وأنه لا يجوز أن تصرف شيء من هذه العبادات لغير الله جل وعلا ولذا زادهم الله من الهدى فقال زدناهم هدى وهذا فضل الله جل وعلا أنه يزيد أهل الهداية هداية وأهل الإيمان من الإيمان قال تعالى ويزيد الله الذين هدى والباقيات الصالحات فأول أوصافهم أنهم آمنوا بالله ثم صفة الثانية ما تحلوا به من الصبر على مبادئه الحق بحيث أنهم لم يستجيبوا لإغراءات ملوك زمانهم بأن يصرفوا شيئا من العبادة لغير الله تعالى ولذا قال وربطنا على قلوبهم أي ثبتناهم على الحق ولم نجعلهم ينقادون لدعوة الباطل بل كانوا مطمئنين على الحق ثم ذكر من صفتهم بأنهم قاموا أي تركوا بلدتهم وأهلها وذلك أن ملك زمانهم أجبر الناس على صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى ولذا تركوا طريقة أهل بلدهم وتوجهوا لله تعالى فقالوا ربنا أي ذلكم المنعم الذي لا زالت نعمه علينا تترى وهو رب السماوات والأرض فهو الذي يدبرها ويتصرف فيها وهو المالك لها وبالتالي فالعبادة حق له سبحانه ومن ثم كيف تصرف العبادة لغير الله جل وعلا وإن العاقل الذي يصرف العبادة لشيء من الأصنام والأوثان فستدلوا بكون الله ربا للسماوات والأرض وربا لهم على أنه الذي يجب أن تكون العبادة له ولهذا قالوا لن ندعو من دونه إلها والدعاء هنا قد يكون بالعبادة فعباداتهم يقرون أنها كلها لله وهكذا الدعاء لا يدعون إلا الله جل وعلا مما يشعر بأن صرف الدعاء لغير الله ليس بمرضي عند الله جل وعلا لقد قلنا إذا شططا أي لو قدرنا أننا دعونا إلها غير الله جل وعلا وطلبنا منه شيئا من حوائجنا وصرفنا له شيئا من عباداتنا لكان ذلك شططا أي ميلا عظيما عن الحق يبتعد الإنسان به عن الهدى ومن ثم فعند هؤلاء الفتية نوع التوحيد توحيد الربوبية في قولهم ربنا رب السماوات والأرض وتوحيد الألوهية في قولهم لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وهذا دليل على صلاحهم وما عندهم من الهداية ثم ذكروا قومهم وأنهم صرفوا العبادة لغير الله وأنهم يجبرون كل أحد من الناس على أن يقوم بالإشراك بالله تعالى فقالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة أي أن أصحابهم قد صرفوا العبادة لغير الله جل وعلا مع أنهم لا يوجد عندهم دليل على صرفهم العبادة لغير الله جل وعلا وإنما لديهم تخيلات شيطانية ولذا قالوا لو لا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي لا يوجد أحد أكثر ظلما من ذلك الذي يفتري ويخترع الكذب على الله جل وعلا والكذب قد يكون بالإخبار بخلاف الواقع وقد يكون بصرف الاستحقاق عن مستحقه لغيره ومن ذلك أن تصرف العبادة عن الله جل وعلا وهو المستحق لها فعابوا قومهم بكونهم صرفوا العبادة لغير الله ثم قال هؤلاء أصحاب الكهف وإذ اعتمزلتموهم وما يعبدون إلا الله فووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهي لكم من أمركم مرفقا ويهي لكم من أمركم مرفقا وذلك أن هؤلاء القوم أراد ملك زمانهم أن يجبرهم على عبادة الأصنام من دون الله جل وعلا وحينئذ حاولوا أن يستمروا على طريقتهم فتهددهم ملك زمانهم بأنهم إذا لم يتركوا التوحيد فإنه سينزل بهم العقوبة الشديدة وسيقتلهم وحينئذ قام هؤلاء الفتية بتركي ذلكم المجتمع الذي يجبر الناس فيه على تركي التوحيد إلى الشرك ولذا قرروا الاعتزال والابتعاد عن قومهم الذين يجبرونهم على الشرك ولذا قال وإذ اعتزلتموهم أي تركتموهم وما يعبدون إلا الله أي وعبادتهم لغير الله جل وعلا فأووا إلى الكهف أي ليكن من شانكم أن تذهبوا للكهف مختفين فيه منضمين تحته وحينئذ ينشر لكم ربكم من رحمته أي أن الله جل وعلا يقدم لكم الخير العظيم ويرحمكم بأن لا تستجيبوا لطريقة أهل الشرك حينما سعوا إلى أن تكونوا من المشركين فأووا إلى الكهف ينشر لكم من رحمته ويهيي لكم من أمركم مرفقا فحينئذ تركوا قومهم والتجاو إلى الله جل وعلا يطلبون منه الرحمة ويطلبون منه أن يكون هناك صلاح لأمورهم ثقة بالله جل وعلا فارتفقوا في أنفسهم وحفظ الله دينهم ولم يمكن هؤلاء الأعدى من جعلهم يصرفون العبادة لغير الله جل وعلا ويسر لهم الأسباب التي تمكنهم من عبودية الله جل وعلا وحينئذ قدر الله جل وعلا عليهم النوم فناموا السنين الطويلة بحيث لم يقوموا من منامهم ذاك إلا بعد ثلاثة قرون وقد وصف الله جل وعلا حالهم فقال وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين أي أن الشمس متى طلعت فإنها لا تصل إليهم بضويها وإنما تميل عنهم يمينا وعند الغروب تقرضهم ذات الشمال أي تميل عنهم شمالا وبالتالي لا تصل أضواء الشمس إليهم فتحتر أبدانهم فيكون ذلك سببا من أسباب فسادها قال تعالى وهم في فجوة منه أي أن أصحاب الكهف كانوا في مكان متسع بحيث يكون ذلك المكان مجتملا على هواء كثير وبالتالي يدخل الهواء في محالهم فيتبدل ما بين وقت وآخر ومن ثم يزول عنهم ما يمكن أن يتأذوا منه بسبب ضيق مكانهم ومن المعلوم أن طول مكثي الشيء في مكان واحد مع ضعف تهويته يؤدي إلى إسراع العطب إليه وهذا من قدرة الله جل وعلا ومن رحمته سبحانه ومن إجابته لدعاء هؤلاء القوم ثم قال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي فإن الهداية إلى الحق وسلوك الصراط المستقيم نعمة من الله جل وعلا يهبها لمن يشاء من عباده ويمنعها من يشاء ولذا قال ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أي لن تجد لذلك الظال من يقوم بأموره ويتولاها ولا تجد له من يرشده إلى الخير والهدى لماذا؟ لأن الله تعالى قد حكم عليه بالضلال ثم قال تعالى وتحسبهم أي أنك إذا شاهدتهم ظننت أنهم أيقاض أي أنهم ليسوا بنائمين وهم نائمون رقوداً وذلك أن هيئتهم كانت هيئة المستيقظ فأعينهم كانت مفتوحة وأبدانهم كانت تامة فالناظر إليهم يظن أنهم أيقاض وليسوا برقود ومن رحمة الله بهم أن جعلهم في منامهم يتقلبون جهة اليمين وجهة الشمال وهذا من حفظ الله لأبدانهم لأن الأرض من طبيعتها أن تأكل الأجسام المتصلة بها إذا بقيت مدة طويلة فكان مما يسره الله جل وعلا لأهل الكهف أن جعلهم يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال بحيث لا تتعفن أبدانهم وهذا من رحمة الله بعباده وهذا أيضا من بيان أن الله جل وعلا إذا قدر شيئا قدر له الأسباب الموصلة إليه ومعهم كلب قال تعالى وكلبهم باصط ذراعيه بالوسيد يعني أن هؤلاء الفتية الذين أوويل الكهف كان معهم كلب يقوم بحراستهم وكان ذلك الكلب باصط ذراعيه أي قد مدهما وجلس بالوسيد أي أمام الغار والكهف في الفناء الذي يكون حوله من أجل أن يكون ذلك من أسباب حفظ أهل الكهف فأخبر الله أنه حماهم بما ينشره حولهم من الرعب ولذا من شاهدهم امتلأ قلبه رعبا وولى هربا وفرارا منهم ولذلك لم يدخل عليهم أحد في غارهم في تلك المدة ولم يعثر عليهم أحد مع أنهم كانوا قريبا من مساكن أهل المدينة بدلالة أنهم لما استيقظوا أرسلوا أحدهم بشيء من المال ليشتري لهم طعاما من المدينة فدل ذلك على قربهم منها قال تعالى وكذلك بعثناهم أي أيقظهم الله جل وعلا من النوم الطويل وجعل لذلك غاية وهي أن يتساءلوا بينهم أي يتباحثوا ويتناقشوا في حقيقة أمرهم وفي ما الذي وصل إليهم وكان من الكلام الذي كان بينهم أن تساءلوا عن مدة لبثهم في الغار فقال قائل منهم كم لبثتم أي ما هي المدة التي جلستم بها في هذا الغار فقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فإنهم ناموا ولم يشعروا بمرور الزمان عليهم ولذلك لم ينتبهوا إلى المدة الطويلة التي جاءتهم وهم في ذلك الغار فقال قائل منهم كم لبثتم أي ما هي مدة جلوسكم وإقامتكم في ذلك الغار فقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم وذلك أنهم لم يشعروا إلا أنهم قد ناموا والنائم عادة أقصى ما يصل إليه أن ينام يوما تاما ولذلك قدروا أن المدة هي يوم كامل بناء على ظنونهم وتوقعاتهم فرد الله جل وعلا عليهم فقالوا قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فالله جل وعلا هو المطلع على حقائق الأمور وعلى تفاصيلها سبحانه وتعالى ولذلك يرجع العلم إليه ومن هنا قالوا ربكم أعلم بما لبثتم وذلك من أجل أن لا يكون هناك ترداد في الكلام وبحث فيه بما يضيع عليهم وبما يسبب الخصومة والشحناء فيما بينهم وحينئذ تردد أصحاب الكهف في هذه المدة فردوها إلى الله جل وعلا فقالوا ربكم أعلم بما لبثتم وبالتالي فالعلم عند الله سبحانه وتعالى قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فردوا العلم إلى الله جل وعلا وبالتالي ينبغي أن نعلم أن العلم التام هو عند رب العزة والجلال فلما تساءلوا فيما بينهم عن مدة بقائهم قالوا وقد أصابهم الجوع كيف نحذر الطعام فقالوا عندكم ورق يعني فضة وكان الناس بذلك والزمان يشترون بظاهعهم بالذهب والفضة فقالوا أرسلوا أحدكم بوارككم أي بدراهم الفضة التي كانت معهم من أجل أن يشتري لهم طعام يأكلونه وأمره أن يختار أزكى الطعام وأطيبه وألذه وأن يتلطف في أثناء ذهابه وشرائه وأثناء عودته وأن يحاول أن يخفي ذلك بحيث لا يشعر به أحد من الناس وخافوا من أن يطلع عليهم ملك الزمان الأول فيجبرهم على الوثنية كما فعل ذلك مع غيرهم أو وإما أن يفتنوهم عن دينهم أو يقتلوهم ولن يفلحوا إذا تركوا دين الله جل وعلا فهذه آيات عظيمة فيها حكم وفوائد كثيرة فمن حكم ومن فوائد هذه الآيات أن الله جل وعلا يذكر في كتابه من قصص الأنبياء السابقين ما يحصل به العظة وتحصل به الاستفادة مما وقع عليهم من الوقائع وفي هذه الآيات صدق ما في هذا الكتاب حيث لم يناقض مع ما ورد ونزل على الأنبياء السابقين وفي هذه الآيات أن الهداية من عند الله وأن الله يهبها لمن يشاء وأن الناس يتفاوتون في درجاتها والكل قد تفضل الله عليهم بالهدى وفي هذه الآيات جواز هرب الإنساني وسفره وهجرته من بلد إذا كان يخشى على دينه عند بقائه في ذلك البلد وفي هذه الآيات الإقرار بتوحيد الربوبية وأنه المنعم المتفضل سبحانه وتعالى كما أن فيها لإقرار بتوحيد الألوهية بحيث لا يعبد أحد سوى الله جل وعلا وفي هذه الآيات أن الثبات على الحق سلعة غالية لا يحصلها كل أحد من الناس ولذا تفضل الله جل وعلا بها على أهل الكهف وفي هذه الآيات أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فقد ظل سواء السبيل وكان ظالما في صرفه للعبادة التي هي حق لله لغيره سبحانه وفي هذه الآيات تعريف السبب الذي من أجله ترك أهل الكهف ديارهم فإنهم قالوا هؤلاء قومنا أي جماعتنا وقرابتنا اتخذوا من دون الله آلهة فهذا شرك أكبر فرد عليهم بأنه لا يوجد عندكم برهان يدل على صدق دعواكم التي تدعون بها ولذا قالوا لولا يأتين عليهم بسلطان بي فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وفي هذه الآيات أن الإنسان متى غلب على ظنه أنه لن يؤثر في من حوله شرع له أن يهاجر من ذلك الموطن الذي لا يرتضي فيه شيئا من صرف العبادات لغير الله سبحانه وتعالى وفي هذه الآيات أن العبادة حق لله لا يجوز أن تصرف لأحد سواه وفي هذه الآيات فضل الله على أهل الكهف بأن يسر لهم الوصول إليه رحمة منه جل وعلا وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يهي لأهل التوحيد أفضل الأمور وأحسنها وفي هذه الآيات حماية الله لأهل الكهف بجعل الأسباب الطبيعية تسير عليهم في كهفهم بدون قصد منها منهم ولذا قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه أي في تجويف من تجاويف الغار لا تدخل عليهم الشمس في ذلك الغار ثم قال من يهدي الله أي من يقدر الله جل وعلا له الهداية بسلوك طريق الطاعة وترك سبيل المعصية وببدل الأسباب لنشر الخير والهدى والفضل والإحسان في الأمة وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قدر على الكلب ما قدر على أصحابه من النوم الطويلة وفي هذه الآيات بيان الصفة هؤلاء القوم فإنهم كان عندهم كلاب وكلبهم باصط ذراعيه بالوسيد يعني فناء الغار لو اطلعت عليهم أي لو شاهدتهم ورأيت ما هم فيه لتوليت منهم فرارا أي هربت وجعلت لهم دبرك قال تعالى وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال فيه دليل على أن الشمس والقمر يجريان بحسبان دقيق وأن الإنسان يتمكن بواسطة الحساب من سرد مواطني من سرد قصصهم وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يرأف بعباده ويهي لهم من الأسباب ما يكون سببا لصلاح أحوالهم واستقامة أمورهم وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يعلم أن العباد يتسالون فيما بينهم عما يعرض لهم وفي هذه الآيات قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يعني أنهم تسالوا في الغار ما مدة مكثكم في الغار فقالوا يوما أو بعض يوم لأن العادة أن النائم لا يتجاوز في نومه مقدار المدينة فقالوا ربكم أي إلهكم الذي أنعم عليكم بصنوف النعم أعلم بما لبثتم أي يعرف المكان الذي وضع قال ربكم أعلم بما لبثتم أي ربكم أعلم بالمدة التي بقيتم بها في هذا المكان فقال قائل منهم لبثنا يوما وبعضهم قال بعض يوم وقالوا ربك وحين إذن قالوا انتهوا عن هذا النقاش الذي ليس عندكم فيه دليل ولا برهان وقالوا ربكم أعلم بما لبثتم أي بمقدار بقائكم ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أي أرسلوا أحدكم بما لديهم من مال الفضة الذي كان مضروبا في زمان أول وقت نومهم فليذهب إلى المدينة أي إلى مواطن تجمع الناس حيث يوجد فيها إلى أسواق ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أي أرسلوا أحدكم بورقكم هذا أي بالفضة التي كانوا يضعونها ثمنا بورقكم هذه إلى المدينة أن يصلوا إليها فلينظر أيها أي ليبحث في الأطعمة ليأتي بالطعام الذي هو أفضل أنواع الأطعمة فيأتيكم برزق منه أي مما جمع فيها وليتلطف أي ليعامل الناس بالتعامل الحسن اللي لعله أن لا يكشف عن حالنا ولا يشعر أن بكم أحدا فإن في هذا أن من أرسل لشراء الطعام في بلد غير مألوف له فيحسن به أن يترفق وأن يحسن في التعامل مع الناس وفي هذا جواز ضرب سكة الذهب والفضة وفي هذه الآيات استحباب خلق الفاضل في التعامل مع الآخرين بلين الجانب والتلطف وفي هذه الآيات خوف أهل الكهف من أهل المدينة أن يسلموهم لملك زمانهم فيفتنهم في دينهم وفي هذه الآيات التحذير من العقوبات التي ينزلها الكافرون بالمؤمنين وبيانوا أن ذلك من العاقبة السيئة لهم بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا